يثير كتاب لأحد مؤلفي شراءة المصورة اليابانية مانغا تولى برنامج للذكاء الاصطناعي تأليف كامل صوره مخاوف مرتبطة بمستقبل العمل وحقوق التأليف والنشر في هذا المجال الذي يعد مربحا وتولى ميت جورني وهو أحد برامج الذكاء الاصطناعي ظهر العمل فائت وأذهل البشرية إلى جانب برامج أخرى بينها دال إي تو ابتكار كل صور وشخصيات كتاب الشرائط المصورة اليابانية الذي ينتمي إلى نوع الخيال العلمي ويحمل عنوان سايبربانك بيتش جون واستغرق روتبورت وهو الاسم المستعار للكاتب ستة أسابيع فقط لإنهاء كتابه المؤلف من مئة صفحة بينما عادة ما يحتاج أي كاتب معروف إلى سنة واحدة لينهي عملا له وحقق برنامج جومي جورني الذي طور في الولايات المتحدة نجاحا عالميا بشكل سريع مع ابتكاراته التي بعضها كان مبتذلا فيما أتى بعضها الآخر مذهلا لناحية تفاصيله وهو ما دفع ثنانين كثرا لطرح علامات استفهام في شأن مصير مهنتهم ويخشى آخرون من أن تتسبب هذه التكنولوجيا بأضرار لعمل كتاب الشرائط المصورة اليابانية الصعيدين في حين وجهت في كنون الثاني يناير انتقادات لمنصة نتفليكس بسبب عرضها عمل من نوع الرسوم المتحركة اليابانية فيه ديكار أنجزته أداة للذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر